تحت شعار استشير مهني الصحة المؤهلين بدأت أعمال الإسبوع الدولي من أجل استخدام المضادات الحيوية المناسبة رأس الأمين العام لإزارة الصحة العامة الدكتور حامد جبر وقد جرت فعليتها بمباني كلية الطب التابعة لجامعة أنجمين أدم محمد شرف الدين الأسبوع الدولي من أجل الاستخدام الجيد للمضادات الحيوية والذي مضم من قبل وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وذلك تحت شعار استشير مهني الصحة المؤهلين قبل أغذي المضادات الحيوية محمد منصور ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة هو الآخر أبان بأن المنظمة ستعمل مع الحكومة لتنفيذ المشاريع التي تدعمها خاصة في المناطق الرعوية عن طريق خطة فعالة لأمين العام لوزارة الصحة العامة حامد جبر عند افتتاهه لهذا الأسبوع الدولي قال بأن هذه الاحتفالية تنظم لأول مرة في البلاد بالتعاون مع المنظمات الغير الحكومية مضيفا بأنه حتى العالي لا توجد دراسات واضحة لمدى تفشي الاستخدام الجيد للمضادات الحيوية إلا أنه واضح انتشارها في الأسواق والشواري في عيد تجار غير المتخصصين وتبقى الإشارة إلى أن الأسبوع الدولي يقوم بها خبراء وفنيين مؤحلين في الصحة العامة بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة أمير الدودو أرتين وقنصل شاد لدى مملكة هولندا شهد بفندق هيلتون ختام عمال البعث الاقتصادية الهولندية المتعددة القطاعات لفتح فرص للإثثمار في إفريقيا محمد عثمان بشير في ختام أعمال هذا الملتقى الذي جمع بين المستثمرين الهولنديين ونظرائهم الشادين في إطاري النسخة الثالثة من البعث الاقتصادية الهولندية متعددة القطاعات لفرص الأعمال المحتملة والاستثمارات في أفريقيا شهدت نهاية هذا الملتقى التوقيع على اتفاقيات شراكة متنوعة من قبل أصحاب الأعمال الشادين ونظرائهم الهولنديين تحت إشراف غرفة التجارة الصناعة الحرفة اليدوية والتعدين وقنصلي التجاد لدى مملكة هولندا نعمة ما نعمل مرتكة و سنفصل أو حديث كالتصة. فصالتك منتطلب مرتكبة من المركز أيها المتحدة في میران حديث. وهذا يوجد مرتكة في المزيد. فهم أشيل في كل جنفتي في المعارضة في المنزل. بعد نعمة ما نعمل من المركز دياجينيه هولانا. هل ارتكب الانتصال بمحتيات من يجلما. وفي نهاية هذه المناسبة الختمية قام أعضاء البعثة الهولندية وبرفقة قونسولتشات لدى مملكة هولندا سولانج دوماي بزيارة ميدانية إلى أحد المزارع المحلية لمعرفة طبيعة زراعة المحلية ومدى تطورها مقارنة مع تلك الدول الزراعية الكبرى كهولندا نظمت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو مكتب شات بالتعاون مع المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية دورة تدريبية لإصالح المرشدين في التربية بشات والكاميرون حول تطوير برامج التوجيه التربوي في المدارس العربية من عسبة رأساء المدير العام للإسيسكو الدكتور علي محمد جمر أسلك مونة حسن سكايا هدف تحسين الأداء التربوي وتأهيل الكوادر التربوية قامت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو والمركز التربوي للإسيسكو في شات بتعاون مع المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية ووزارة تربية الوطنية وترقية المواطنة بتنظيم دورة تدريبية للمرأة الخامسة لصالح الموجهين التربويين ومدرسي التعاليم العربي في شات والكاميرون وذلك تحت عنوان معالجة البيانات الإحصائية المدرسية في مجال الإشراف التربوي في المدارس العربية في شات والكاميرون الإحصاء المدرسي ومعالجة البيانات من الموضوعات الأساسية التي تقودنا إلى التطوير المنشور المفتش التربوي بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ممثلا للوزير حبيب أمر عبد العزيزة قدم شكره للمنظمتين الإسيسكو والمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية على اهتمامهما بتأهيل المعلمين وقضايا التعاليم العربي والرفع من كفاعاتهم الأكاديمية والمهنية علما إن هذه الدورة تستمر لمدة خمسة أيام على التوالي انطلقت رسميا اليوم عملية مراجعة مشروع جودة المنتجات الحيوانية خلال السنوات الثلاثة الماضية ذلك برئاسة الأمين العام لإزارة الثروة الحيواني والإنتاج الحيواني جبرين كرام كان ذلك بفندق لارجدانس حليم السعودية يعود جاءت هذه الانطلاق الرسمية للمراجعة المشتركة للبرنامج التي تم تنفيذها من قبل مشروع دعم جودة المنتجات ولأهمية هذا الموضوع نظمت وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الهيواني بالتعاون مع البنك الآلمي ورشة تدريبية لصوالها الآملين في الوزارة لمدة أشرة أيام لتبادل الآراء والأفكار حول هذا المشروع المنصق العام لمشروع دعم جودة المنتجات الطيب مهم الصوالي أكد بأن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وإنتاج الثروة الهيوانية ممثل البنك العالمي بالبلاد أشاد بالدور الذي يلأبه البنك في تشات خاصة في مجال دعم المشاريع التنموية المتمثلة في الزراعة والثروة الهيوانية والإنتاج الهيواني في كلمته الافتتاهية الأمينة العام لوزارة الثروة الهيوانية والإنتاج الهيواني جبرين كرام طلب من المشاركين الاهتمام بالمعلومات التي يتلقونها خلال هذه الورشة وطبخ الإشارة إلى أن هذا المشروع هدفه الأساسي نظافة اللهم والألبان وذلك من أجل صحة وصلامة المواطنين من جميع الأمراض الوبائية نظمة بلدية أنجمينة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية دورة تدريبية حول مراقبة عملية رمي الأوساخ في الأماكن المخصصة لها بجانب فتح المجاري المائية التي تسمح بجران المياه بصورة إنسيابية خاصة في موسم الخريف المناسبة جرت بإدارة المرأة الشادية بحضور الأمين العام النائب للبلدية أدم حنفي فاضي اهتمام بالنظافة يعتبر غاية صحية من أجل ذلك نظمت بلدية أنجمينة هذه الدورة التي ضمت جميع العاملين بالمستشفيات الكبرى بالعاصمة أنجمينة وكذا المراكز الصحية الأخرى والصيدليات وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية الأمانة العامة لبلدية أنجمينة وعلى لسان أمينها قال إن من أهداف هذه الدورة هو تكوين العاملين في المستشفيات من أجل سلامة المواطنين ويشار إلى أن أعمال هذه الدورة ستستمر لمدة يومين من الزمن قدم كل من عضاء الحكومة والكتلة البرلمانية بجانب حاكم إقليم حجر لميس قدموا التعادي لأسرة الراحل الشيخ قبيلة بورنو بمنطقة جاما الذي توفي في العاشر من نوفمبر الحالي هنا في العاصمة أنجمينة محمود مسلفين تجيء هذه الزيارة التي قام بها عدد من الكتلة البرلمانية وبعض من أعضاء الحكومة برفقة حاكم إقليم حجر لميس والوفد المرافق لهم إلى منطقة جاما وذلك بهدف تقديم واجب العزاء للشيخ الجديد لقبيلة البرنو بمنطقة جاما السيد محمد دونغس الذي عين خلفا لوالده الذي وافته المنية بتاريخ العاشر من الشهر الجاري في العاصمة أنجمينة إثنى مرض قصير ألم به كلمات عدة خللت المناسبة جلها تتمحر حول المسؤولية الملقاة على عاتق الشيخ الجديد والتكيف مع ظروف حياة السكان بالمنطقة واصفينها بالمهمة الصعبة التي تحتاج إلى الصبر والمثابرة مغدة الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة للسلطة التقليدية بالمنطقة أما من جانب الشيخ الجديد لقبيلة البرنو محمد غنب دونغس هو الآخر شكر كل الذين وقفوا معهم أثناء وفاة والدهم ومشاركتهم هذه الأجواء الحزينة وتبقى الإشارة إلى أن هذه البادرة التي قام بها البرلمانيون وعضاء الحكومة تؤكد مدى اهتمام الحكومة في مواساة الشيوق التقليدين وكذا الوقوف إلى جانبهم رياضياً هاضي المنتخب الوطني لكرة السلة السو بالمشاركة في تصفيات كأس العالم للسلة الذي ستستضيفه جمهورية الكامرون ذلك لأول مرة في تاريخ الفريق الوطني أكثر من خمسين عاماً لم يحضى المنتخب الوطني لكرة السلة الساو بفرصة المشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة وهذه المرة الأولى سيشارك المنتخب الوطني في التصفيات كأس العالم لأول مرة وذلك بدلاً من منتخب إفريقيا الوسطى لكرة السلة رئيس الفدرالية الشادية لكرة السلة بانينغا تانغولو أعرب أن فرهاته لمشاركة المنتخب الوطني الساو لكرة السلة في هذه البطولة لأول مرة مفيداً بأنه يجب بدل الجهود لرفع راية الشادية في هذه الفرصة معكداً أنه قد تم وضع جدول تدريب اللاعبين ليكونوا في أهبة الاستعداد لمواجهة نضرائهم في مجموعة ألف التي تتضمن منتخب التونس والكامرون ومنتخب غيني كوناكري من المقرر في الثالث والعشرين من هذا الشهر هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة للقبل